بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم بتطبيق قرار فحص المركبات التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات من 2015 حتى 2024 في مراكز الفحص الخارجية المرخص لها وذلك حسب التعميم المعلن عنه سابقا يشمل القرار جميع المركبات الخاصة والدرجات الآلية ومركبات النقل الخاص للركاب والاستعمال الخاص التي لا يتعدى وزنها 3000 كيلوغرام مع إتاحة الفحص لجميع المركبات القديمة والحديثة في مراكز الفحص الخاصة ستنتقل إدارة العامة للمرور للمرحلة الثانية من إسناد الفحص للمراكز الخاصة المقرر لها بداية يوليو العام المقبل 2025 إذ ستتولى مراكز الفحص الخاصة المرخص لها فحص جميع المركبات الخفيفة والدرجات الآلية بمختلف فئاتها العمرية في حين ستتولى هذه المراكز خلال المرحلة الثالثة التي تبدأ في الأول من يوليو 2025 فحص جميع أنواع المركبات الأخرى ومنها المركبات الثقيلة ووسائل النقل العام للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد حمد ناصر الدوخي رئيس شعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهلا بك في نشرة الأخبار بداية هل يمكنك الحديث أكثر في إطار البدء في تطبيق المرحلة الأولى من إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة والمرخص لها من قبل الإدارة العامة للمرور طبعا بداية أشكركم على ساحة هذه الفحصة للتعريف وتوعيد الجمهور بتطبيق المرحلة الأولى من خطة إسناد الفحص الفني لمركبات إلى المراكز الخاصة حيث تأتي هذه المبادرة من الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور تطبيق خدماتها تكون هذه الخدمات أسهل وأسرأ في الاستفادة بها من قبل الجمهور وأيضا لتحقيق أهداف ورأية مملكة البحرين لارتقاب الخدمات الحكومية وتم التركيز حاليا إلى 11 مركز فحص فني 9 مراكز منها لفحص المركبات الخفيفة ومركز 1 فحص الدراجات الآلية ومركز 1 فحص المركبات والآليات الثقيلة حيث بدأ اليوم الموافق الأول من أغسط 2021 تمثيل المرحلة الأولى من إسناد خدمة الفحص الفني إلى القطاع الخاص حيث تشمل هذه المرحلة بإسناد فحص كافة المركبات الخفيفة والدراجات الآلية التي لا يتجاوز عمرها على 10 سنوات من سنة الصن والتي تم تحديدها من سنة الصن 2015 إلى 2017 في مراكز القطاع الخاصة حيث أن تمام هذه الخطة بالمشاركة مع القطاع الخاص لها العديد من الأهداف منها تنوع أوقات العمل لدى مراكز الفحص الفني والتي تصل إلى أوقاتها للخطرات المسائية وعطل سنوات أسبوع والجلسة الرسمية أيضا تستهم في تقليل زمن انتظار المراجعين للحصول على خدمة الفحص الفني وأيضا تتميز هذه المراكز بتحسين جاوزة الخدمة من خلال استخدام أجهزة حديثة واجهزة منطورة في مجال فحص الفني مركبات وأيضا انتشار هذه المراكز على كاف المناطق في مراكز البحرين وهذا سيساهم في سهولة وصول الجمهور لها والاستفادة من الخدمات المقدمة في تلك المراكز نعم إذن سعادة الرائد حمد لو نتحدث عن جانب آخر وهو الدور الإدارة العامة للمرور في تأهيل وتدريب موظفية القطاع الخاص طبعا في تقديم خدمات الفحص الفني تقوم الإدارة العامة للمرور في الحاق كافة الفحصين التابعين إلى مراكز الفحص الفني إلى دورات مكتفة في الإدارة العامة للمرور وتشمل هذه الدورات الجانب النظري والجانب العملي لمعايير وأساسيات الفحص الفني وبعد انتهاء مدة الدورة يتم تقياطها كفاحصين وبعد الشيازهم للتقييم يتم التفخيص لهم كفاحص فني معتمد وبشكل عام أن أثناء خدمة الفحص الفني إلى القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين الخدمات المرورية وتسهيل الخدمات على المراجعين وأن تشجيع القطاع الخاص بتقديم الخدمات المرورية سيساهم في تحقيق السلام المرورية نعم إذن سعادة الرائد حمد ناصر الدوخي رئيس شعب الترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك شكرا